المنتجات التعبية والتغليف لمنتجات التعبية والتغليف أهمية كبيرة في حفظ ونقل الأغذية وضمان سلامة الغذاء من العوامل الخارجية سواء كانت فيزيائية كيميائية أو ميكروبية كما تعد سلامة منتجات التعبية والتغليف جزءا لا يتجزأ من سلامة الغذاء نفسه ولكن قد تنتج خطورة من استخدام منتجات التعبية والتغليف من خلال بعض الممارسات الخاطئة في حفظ ونقل الأغذية وتتمثل هذه الممارسات في انتقال المركبات الكيميائية الداخلة في تصنيع العبوات إلى الغذاء مما قد يسبب آثار سلبية على صحة الإنسان نتيجة تعرضه لهذه المركبات ومن الأمثلة على الممارسات الخاطئة المنتشرة بين المستهلكين استخدام القصطير المخصص لتغليف الأغذية في عملية الطهي مما يؤدي إلى انتقال عنصر الألمنيوم للغذاء بنسب تتجاوز الحدود المسموح بها أيضا إعادة استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدام الواحد حيث تساهم هذه الممارسة في زيادة الحمل الميكروبي استخدام عبوات في الميكرويف غير ملائمة للتسخين وأخيرا حفظ الخبز الساخن مباشرة داخل أكياس بلاستيكية مما يساهم في انتقال المواد الكيميائية لذا نؤكد على المستهلكين بأهمية للطلاع على الاشتراطات الواردة ضمن منتجات التعبية والتغليف وذلك لضمان سلامة الغذاء استخدام منتجات التعبية والتغليف للغرض المخصص لها زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة والاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات اشتركوا في القناة